بها المحاضرة هنأخذ الجزء الأخير من اللكتر ورن الانتاميبا هستلاتيكا هسا هنأخذ أول بارسايت بالميركال ميكوباليوجي كله اللي هو الانتاميبا هستلاتيكا اللي هي قلنا أول أميبا والأميبا الوحيدة تسبب أمراض يعني الأميبا الوحيدة تكون باتجينيك سو انتاميبا هستلاتيكا Undoubtedly the best known species of amoeba parasitizing humans is انتاميبا هستلاتيكا the causative agent of amoebic dysentery or amoebiasis therefore it is called amoebic dysentery amoebia يعني هنا أكثر نوع الانتاميبا هستلاتيكا أكثر نوع مشهور يسبب أمراض للإنسان اللي هي تسبب من الأميبك دسنتري الزحار الأميبي أو يسموه amoebiasis يعني ليس سموه دسنتري أميبا لأن هي تسبب amoebic dysentery the parasite has a cosmopolitan distribution cosmopolitan معناها worldwide فcosmopolitan distribution نفسها worldwide distribution متشرب كل أنحاء العالم بالخصوص المناطق الدافع بس يعني هنا ما يقول لنا أنه مو دائما بس بالمناطق الدافع ممكن يكون حتى بالانتارتكا أو بالقطب الشمالي يعني مو مهم باختصار أنه هو موجود بكل أنحاء العالم هذا المنطق الناس المنطق الناس وكثور في المنطق الناس وما الناس يمكن أن تسبب الزحار الأميبية تسبب الانسان القطط الخنازير والقردة وتسبب مرض كل خطير وبعض الأحيان حتى توصل للموت هيا من حيانات من الحيانات يمكن أن تدام حلاش دايقون لنا دايقون لنا لأنه الانتاميبا هستولاتيكا باريسايت خطير وتسبب مرض خطير هذا المرض هيعالجو بالكيمو ثيرابي فلأنه الكيموثيرابي بسايد افكت كلش خطيرة وأعراض جانبية لازم الدايغنوسيس أو التشحيص مال هذا البروتوزوة يكون كلش دقيق لأنه يعني الكيموثيرابي كلش خطير فلازم يكون متأكدين مية بالمية أنه هناك العالج انتميبهستلوتيكا ومو أي بروتوزوان ثاني البروتوزوة لديه درسطين مواقعين هنا البروتوزوة لديه بالطور مالحاماته مضورين اللي هي التروفوزوة والسيست which are commonly recognized in the feces of the patient but only the trofuzoid stage is found in the tissue يعني التروفوزوة والسيست اثنيناتهم موجودين بالfeces of the patient الفضلات من المريض او التروفوزوة تكون موجودة بس بالتشوز the trofuzoid lives in the last part of the small intestine and in the large intestine stuck to the mucosa especially in the cecum and sagmoidorectal area it varies from 15 to 60 micrometer in diameter however trofuzoid up to 90 micrometers in diameter may have been observed in the dysentric stool يعني هنا هنا دناخذ الموقع مع التروفوزوة فيقول لنا التروفوزوة تكون بنهايات الأمعاء الدقيقة وموجودة من تشرب الأمعاء الغيظة تكون ملتصقة بالميوكوزة خصوصا بالسيكم والساقمودوريكتل وهنا وراها دا يقول لنا القلاسات مانتها بس يعني احنا بصورة عامة بكل موضوع اكو القلاسات مالبكتيريا وما اعتقد صراحة حيجي علي هواية او اصلا ممكن يجي لانه يعني كلها ارقام ارقام بس المهم انه نعرف مثلا مخليها هنا بالملزمة حتى نفرق يعني منه اكبر بروتوزوة منه اصغر بروتوزوة وهي شي بس هنا عادنا المهم انه التروفوزوة والسيست التروفوزوة والسيست وان موجودين بالتشيو بالفيسز وان موجودين في جسم الانسان بالضبط التروفوزوة has a finally granular somewhat viscous endoplasm and clear ectoplasm الداخل مالتها يكون granular هي شي بيحبو بيهاية اللي هي شي حبو صغار صغار او viscous endoplasm و clear ectoplasm الاكتو بلازم مالتها او الغلاف الخارجي يكون شفاف سيدوبوديا are broadly finger like lipopodia and extend from the ectoplasm هاي هنا عدنا يسمو سيدوبوديا او ايضا lipopodia اللي هي الاقدام الكاذبة اي الاقدام الكاذبة اللي هي تكون جزء من الاندوبلازم والاكتو بلازم ومن تلقي طعام تتغذى عليه او بهاي الحالة الميكوزة مع large intestine حتلتف على الخلايا وسويها بفود باكوز in addition there are many fruit vacuoles هيا بضبط هيا الفود باكوز الحاسويها containing parts of epithelial cells bacteria and sometimes many RBCs and leukocytes find in the pseudoplasm of the parasite هواي بها مثل هيا fruit vacuoles الفود vacuoles تكون بها epithelial cells خلايا bacteria and many RBCs and leukocytes و هوايها كلايات الدم من البيض والحمد الحنا طبعا هاي النقطة كلش مهمة انو الفود vacuoles الموجودات بالانتميبهستلوتيكا بيها هواي كريات دم الحمر وهي هاي اهم طريقة راح نعرف بيها انو الشخص بانتميبهستلوتيكا له بي اي نوع protozoa ثاني لانو هي الوحيدة لانو هي مسببة الامراب فالفود vacuoles مالتها بيها RBCs the nucleus is rounded vesicular surrounded by a delicate nuclear membrane النوية مالتها مدورة started on its inner surface with minute granular chromatin granules in the center of the nucleus there is a single dense bead like chromatin body the karyosome اللي هي eccentric karyosome هنا النوية بالنوية بالنوكليس بالبروتوزوة حنسميها karyosome وتكون centric يعني مركزية هنا ما بينها لانو هي غامقة unfortunately the species of intamoeba notably intamoeba disbar show similar nuclear morphologies يعني هنا طبعا مهم نعرف هي شلون شكلها بس يتشابه هو الانواع الانتميب الثاني فنركز على شنية الاشياء المختلفة مثلا نعرف الكاريوسوم مالتها سنتريك لو ايسنتريك نعرف من هاي الصور اللي جوا نعرف انه بها هي هوايا منوت كوانلو جرانيولز اللي هي هاي الدقائق الزغيرة نعرف انه الفود فاكيلز مالتها بها هوايا ار بي سي كولاد دم حمر ويقول لنا للأسف نوع ثاني يعني اغلب انواع الاميبة تشابه بس نوع ثاني من الاميبة يشبه الانتميب هستولوتيكا مية بالمية اللي هو الانتميب ديسبار بس هو كومنسل يعني ما يسبب امراض وهنا عدنا السيست هسا احنا اخدنا شكل التروفوزويل مالة انتميب هستولوتيكا هنا عدنا السيست السيست تكون كوادرينوكليايتد يعني بيها اربع نويات balloon هستولوت interessante التروفوزويل rests ميكوزة و ميكوزة المهومwon 아� Pication الحموضية مختلفة است種 أخرى الحموضة مثل يحوض والي والم ós سيكون موجودة بالميوكوزة والسب ميوكوزة مع الأمعاء الغليظة مع الإنسان. هناك ستنمو و ستتكاثر بداخل الأمعاء. بعدين حتى تنقل المرض من إنسان الثاني هي الشنية الإنفكتف ستيج هي السيست. السيست الإنفكتف سيج معناها هي التباب لهذا المرض. فحتى تنقل المرض راح تسوي إنسيستين. إنسيستين هي عملية التحول إنسيستيشن هي عملية التحول من التروفوزول إلى السيست. شلون حتم هاي العملية؟ التروفوزولة ستتشارج الإنفكتف السيست. يعني هاي التروفوزولة حتطلع خارج جسمها الإنفكتف السيست. أو الطعام مالتها اللي بعدها ممحظوم. و حتصير سفرقل. يعني هاي تأريا أو بيضوية؟ أي تأريا. ثم ستسوي خارجه. solid membranes يعني غلاف الصلب. هذا وظيفة الغلاف الصلب يحميها من المؤثرات الخارجية. و حتى من الـ HCL اللي موجود بالأمعاء حتى توصل. اللي موجود بالمعدة حتى توصل بالأمعاء. و السيست ترجعها تتحول إلى التروفوزولة وبالتالي تكمل حياة اللي أنت مي بحشتها. قطقت الايظار بها. بها موفحين بصورة، يجب أن يكون أعمدة اللي هي كرماتويد بارز اللي هي تكون مخلفات النوكليك أسد اللي كانت موجودة بالتروفوزويد مثل الار انا الانسستيشن اللي هي قلنا um the process in which the trophozoid turns into a cyst by discharging the undigested food and become a spherical then secreting a delicate solid membrane the nucleus firstly divides into two nuclei بعدين هي هاي النوك هاي النوكليس مند حتتحول للسيست اول شي حتنقسم الى two nuclei يصير عدنا اثنين نويات لا نوات المهم يصير عدنا اثنين نوكليات then each of the two daughter nuclei divides once again وبعدين هذولي ثنين حيتقسمون مرة ثانية فصار عدنا صار عدنا أربع نوكليس so the mature cyst typically has four nuclei اللي هي قوادر نوكلياتي سيست حيكون عدها نفس بها الصورة من تكمل تكون سيست مية بالمية حيكون عدها أربع نويات و تسمى قوادر نوكلياتي ممكن تجي أمسكيو بسيست أوف ان تميبو هستولاتيكا يز يوني نوكلياتي ترينوكلياتي قوادر نوكلياتي نقول قوادر نوكلياتي بها أربع نوياتي the cyst ranges between 10 to 20 micrometer in diameter هذا الحجم مالتها spherical or may have an oval shape تكون دارية spherical or oval shape بيضوية a viable cyst is highly resistant to dryness and freezing and even to certain chemicals وتكون قادرة على يعني مواجهة الجفاف والتجمد وحتى بعض أنواع الكيميائيات for example chlorinated compounds and fluorides هاي كلها السيست تقدر تقاومهم cysts and water can survive for a month هنا ممكن تجي أمسكيو السيست هو الامتحان الوزاري كل أمسكيو بس يعني السيست بالماء تقدر تقاوم أو تعيش لمدة شهر while in the feces on dry land can survive or dry land can survive for more than 12 days بينما بال الفضلات مالكعنات الحية تعيش لمدة 12 يوم they tolerate temperatures up to a thermal death point of 50 celsius وممكن تقدر تواجه درجات الحرارة لحت 50 درجة مئوية however it is affected by bacterial petrification of the medium will hypotonicity will direct sunlight and heat يعني الأشياء اللي ما تقدر تقاومها الانتميبا هستولاتيكا أو السيست مالتها اللي هي الhypertonicity will direct sunlight يعني شمس المباشرة والحرارة وهنا عدنا ملاحظة كلش مهمة great intestinal motility and or large volumes of ingested food reduce the potential for the establishment of the amoeba هاي الملاحظة كلش مهمة انو الحركة المعوية الزايدة او التناول كميات كتناول الطعام بكميات هواية يقلل نسبة امكانية اصابة الشخص بالاميبا شلون؟ لانه قلنا السيست مال انتميبا هستولاتيكا اول ما تروح للامعاء هتكون لازقه بالميوكوزا مع الامعاء وحتتتغذى على الابثيليا سالس اذا الشخص يتناول الطعام بكمياته هواية او عنده حالة كميائوية هواية بسعب تناول الطعام كذلك يعني نفس الشي هنا الاميبا هتتغذى على الطعام الموجود بدل لا تتغذى على الابثيليا سالس وبالتالي هتنزل يعني وحيتخلص منها الجسم لذلك او او يقلل البتنشل ممكن تصيب الشخص يعني بس بدون لا تكون اعتارات قوية الحد هسا اخذنا الانتميبا هستلوتيكا اخذنا الطورة المالتها اللي هي التروفوزويد والسيست وشنو اشكالهم وشلون حتسوي انسيستيشن وشنو تقدر اتقاهم هسا هناخذ الlife cycle مع التروفوزويد والسيست نفس ما قلت مساءه السيست هي الانفكتف stage او هي الستيج المعدية يعني لتبب الامراض للانسان يعني هنا شنو اول شي عدنا السيست السيست هي هاي الطور المعدي من حياة هذا الباريسايت هاي السيست حتمبلع ويه الطعام او الانشراب اللي يكون ملوث بهذا الباريسايت وبعدين حيصير عدنا existation هنا الexistation عكس الinsistation الinsistation مساءه قلنا تحول التروفوزويد للسيست بداخل الامعاء حتى يعني تطلع السيست وتسبب امراض الانسان ثاني هنا الexistation تحول السيست للتروفوزويد حتى تسبب مرض بهذا الشخص اللي دخلكنا من يصير existation حيصير عدنا تحرير للتروفوزويد نفس ما قلنا هي هاي عملية الexistation وين تصير؟ تصير بالجوجنم الجوجنم اللي هو الجزء من اجزاء الامعاء اي اي بضبط العفو هنا حيصير عدنا بالجوجنم اللي هو جزء من اجزاء الامعاء ليش تصير عدنا بالجوجنم لانو البي اج يكون نوترال طبيعي أو ويكلي الالكالين هنا ويكلي الامعاء ايضا من الامعاء ايضا 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 هيكون عن طريق نوكليار ديفجن نوكليار ديفجن نوكليار ديفجن نوكليار ديفجن وانا عندنا شيء من اللايف سايكل انو اول شيء التروفوزويت بالسيكم والكولون بعدين نصير بريسيست بعدين السيست تكون كاملة with 4 نوكليار بعدين هتطلع قوية الفيسيز بعدين تكون موجودة بالبيئة السيست انجستد تدخل الجسم الانسان مرة ثانية تكون ميتاسيست بعدين الميتاسيست ستحاول الى التروفوزويت بالكولونيس وهاكذا وانا هم عدنا ام مرسم تلضيحي واضحة شلون تكون انجستد ودعجستد احنا وابعدين عدنا الباثوجينسيري الملضي يعني التسبب الملضي you have to excuse me for my Arabic the trophozoid destroys the host epithelial cells causing their lysis the cause of the name يعني التروفوزويت حتدمر epithelial cells مع الهوست تسببنا شنو اللايسس اللي هي تحلل الخلايا أو تدمير الخلايا the cause of the name يعني هي مو اسمها انتميبة هستلاتيكا هاي اللاتيكا اللي هي نفسها حتسببنا اللايسس أو اللي هو تحلل هاي الخلايا لذلك اسمها انتميبة هستلاتيكا انتميبة من كونها اميبة أو هستلاتيكا من كونها سوي لايسس للهيستو يعني الهيستو اللي هو النسيج أو التشيو والايسس تدمير إليه إن ميويج the submucosa ممكن حدا توصل للسبميكوزة start in feeding and attack the blood capillaries توصل للسبميكوزة وتهاجم الشعيرات الدموية البلد capillaries أو حتى العورد أو التراين يعني and feed on the RBC وحتتغذى على قريات الدم الحمر after an incubation period of one to four weeks the trophozoid invades the colonic mucosa and during its growth it's to create protolytic enzymes producing flask shaped ulcers that cause Propho's bloody diarrhea اللي هو الأميبك ديزنتري فاشتون يصير الأميبك ديزنتري أول شيء ولا فترة الحضانة ال incubation period اللي يتم من أسبوع إلى أربع أسابيع بعدين عدنا هنا التروفوزوت حت هاجم الميوكوزة مع القلون أو الأماء الغليظة وخلال النمو مالتها حتفرزننا protolytic enzymes اللي هي أنزيمات محللة هاي الأنزيمات المحللة حتحلل السب ميوكوزة مع القلون وحتسببننا flask shaped ulcers ulcers اللي هو تقرح يكون flask shaped على شكل flask هو هذا الألسر هي هاي الألسر حتسببننا البلدي ديارية أو الأسهال الدموي اللي هو الأميبك ديزنتري يعني شنو؟ هو هذا الدم حيطلع لللومن أو للأحشاء الداخلية الموجودة بالإنتستن يعني وحيخرج ويا للسطول وهو هاي تكون أول عرض على إصابة الشخص بالإنتميبهستلاتيكا بلدي سطول The resulting ulcers may be deep or superficial الإنتميبهستلاتيكا may also cause amoebic appendicitis and amoebomas اللي هو pseudo-tremal pseudo-tremal lesions associated with necrosis inflammation and oedema يعني شنو؟ هنا الألسر يا أما تكون عميقة or superficial اللي هي سطحية والإنتميبهستلاتيكا أيضا ممكن سببنا amoebic appendicitis أو الامoebomas هذا الامoebomas شنو؟ يكون pseudo-tremal lesions associated with necrosis inflammation and oedema يعني يكون يشبه الم tumor أو الورم اللي هو lesion وهذا حيكون associated with necrosis النقروس وال inflammation and oedema التحاب and the individual who develops dysentery the mucosal ulceration may penetrate deeper into the intestinal tissue causing vast areas of tissue to be destroyed the overlying mucosal epithelium may be may be slowed off exposing these necrotic areas the destructive process is usually followed by a regenerative period resulting in a thickening of the intestinal wall as a result of the deposition of fibrous connective tissue here we have a important information which is not important is that it will remove this dysentery and that ulcer is this flask ulcer intestine intestine wall and then you can move into the and then you can move into the inside the the flask shaped ulcer the flask shaped here and here it is in fact it is on a thin but it is inside 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 and here this is that this is the then the form of regenerative period here it is thickening thickening in the intestinal wall it is thickening or a and deposition of fibrous connective تشيو فحيتتخن على اساس هيحمي من الفلاس شايفت ألسرز الاكسترا انتستان امي بييسيز هنا بعد وصلنا الاكثر جزء خطير يعني الانتستان امي بييسيز هي هاي اللي سبب لي بلدي دياريا و امي بيك ديزن تري اللي هسا قلناها اللي هي اوضح عرض علها انه تسبب لي بلدي دياريا و امي بيك ديزن تري وتسبب لي ألسرز اللي هي تكون فلاسك شايفت بالميوكوزة مع الارج انتستان اذا دخلت مو قلنا مساعة انه الهاي اللي انت مي بيسطلاتك ممكن هتدخل بالانتستان و اكثر تكون اعمق بالجدار المعوي الحد ما توصل للبلد كابلاريز يعني مثلا الاوردة والشراين اذا وصلت الها وتخلت بها حد سبب لي اكسترا انتستان امي بييسيز يعني خارج الانتستان about five to ten percent of individuals with intestinal امي بييسيز develop hepatic امي بييسيز after one to three months of the disappearance of dysentery يعني شنو هنا الشخص حتكون عنده صمعين كلمة الهدوء الذي يسبق العاصفة فهنا الشخص منصار عنده dysentery بالامعاء ماته لمدة شهر او ثلاث اشهر حتخطفي هاي الاعراض تختفي ال dysentery ماته ورد شهر الى ثلاث اشهر حيصير عنده هباتيك امي بييسيز يعني توصل للكبت يعني الامي بي حتكون متغلغلة بالكبت هنا الهباتيك ادل على الليفر فخمسة الى عشرة بالمية من الاشخاص اللي يصابون بهاي الانتستان الامي بيه اتصرتهم هباتيك امي بييسيز ورد شهر الى ثلاث اشهر من اختفاء اعراض ال dysentery in this case the trophozoid are carried from the ulcer in the large intestine and multiply in the liver يعني مو الدم حيمر بالالصر او التقررها اللي موجودة هنا بالlarge intestine وحياخذها الدم ويوصلها للليفر الكبت هناك حتتكاثر او حتتزايد اعدادها بالليفر which leads to cytolytic action then small abscesses merge to form big liver abscesses and the disease called hepatic amoebiasis which causes liver dysfunction يعني هي ذا وصلت هنا لا صد بعد من حتروح للكبت حتتكاثر بالكبت حتتبدي السيطوليتك اكشن مالتها اللي هي قلنا عملية التحلل للخلايا تسبب لي small abscesses بالكبت بعدين تسبب لي big liver abscesses اللي هو هذا المرض يسموه hepatic amoebiasis الاميبية الكبتية او هيتشي هذا حيسبب لي بالنهاية liver dysfunction يعني انتهاء الوظيفة الكبت يعني بين قوسين الكبت حيموت ما حيكون الى فائدة بعد بس هيتش موجود بالجسم وبهاي الحالة الاشخاص اللي تصير بهم يعني الفترة مؤقتة لانه هو اصلا ممكن يسبب الموت بالنهاية فالفترة مؤقتة حي حيزرعو لهم جزء من كبت شخص اخر the abscesses may grow in various locations if the parasite enters into general circulation يعني اذا دخلت الاميبية للدم ممكن يصير الابسسس او الاميبiasis بأي مكان بالجسم for instance it may reach the lungs and causes pulmonary amoebiasis and neumonitis يعني اذا دخلت باللungs او الرياض تسبب لي pulmonary amoebiasis or neumonitis and neumonitis or it can reach the brain ممكن توصل للأقل and causes encephalitis اللي هو بالدينسفلون or to the spleen, heart, joints, bones, muscles, urogenital system and even the skin يعني هي بين قوسين اذا وصلت للجنرال سيركوليشن دخلت بالعرضة ولو الشرائن ووصلت للجنرال سيركوليشن بالدم الدم حيقدر يخليها تنتقل لأي مكان ممكن تصير بالرئة والسبب لي pulmonary amoebiasis ممكن تصير بالعقل وتسبب لي encephalitis ممكن بالسبلين بالقلب بالعظام بأي مكان هنا pathogenicity depends on هنا كلش مهمة انه درجة المرض على شنو تعتمد او هي مسببات هذا المرض على شنو تعتمد اول شي virulence of strain يعني هاي اللي انت مي بهستولاتي كالصابتني شنو درجة الظراوة مالتها بعدين resistance of the host depends on the innate immunity يعني مقاومة الشخص اللي اصابته تعتمد على المناعة طبعا اذا شخص مناعته اكثر تأثر بي اقل يعني هذا شيء like common sense بعدين state of nutrition of the host طبيعة الاكل او التغذية من هذا الشخص مثل مساعة قلنا انه اذا شخص حياكل اكثر حتقل امكانية اصابته بالانتمية بهستولاتيكا infection with other agents free of other infections means less susceptible to infection يعني اصابته بامراض ثانية او مثلا بكتيريا او مثلا فيروس فكل ما الشخص يكون free of other infections ما عنده اصابات بامراض ثانية كل ما حد يكون اقل عرضة للاصابة بهذا المرض وهي هاي نقطة الرابعة تقريبا تكون associated ويا نقطة ثانية لانه من يصاب الشخص بمثلا امراض ثانية يكون اصلا مصابة امراض ثانية يكون شوية الجهاز المناعة مالتها اضعف لانه دا يتعامل ويا مرض ثاني فلذلك يزايد لي الاصابة بالانتمية بهستولاتيكا some drugs may irritate the intestinal wall so irritated intestine is more susceptible to infection قدنا بعض انواع العلاجات اللي الاشخاص ياخذوها هاي العلاجات تسبب تحسس للجدار المعوي لذلك كل ما الجدار المعوي يكون متحسس اكثر كل ما يكون مناسب اكثر للانفكشن او الاصابة بالانتمية بهستولاتيكا وبعدين عنا نقطة السادسة اللي هي البكتيريا الفلورا البكتيريا اللي اصلا موجودة بالعماء الغريضة متابوليك بورسسس can enhance the invasiveness بعضها ممكن تزايد الاصابة بالانتمية بهستولاتيكا وهي هاي الست نقاط اللي تعتمد عليها الباثوجن السري هسه خلي نراجع اش اخذنا قبل نروح للسيمتم او الاعراض اخذنا اخذنا مالسست والتروفوزويت اخذنا المرض وشلون هيكون قلنا اول شي شلون يكون الاميبك ديزنتري بالامعاء شلون يسبب لي شلون يسبب لي بعدين اخذنا اذا صار اكسترا انتستنال شلون ممكن يصير بالليور ويسبب لي هباتك اميوبياسيس شلون ممكن اذا وصل للدم يسبب لي مرض بأي جزء من ازاء الانسان بعدين اخذنا على شنو هو اصلا يعتمد المرض او شدة هذا المرض وحسا سنجي للا سيمتم او الاعراض ا wide spectrum from asymptomatic infection اللي هو luminal amoebases to invasive intestinal amoebases which causes dysentery colitis appendicitis toxic mega colon amoebomas to invasive extra-intestinal amoebases represented by liver abscesses, peritonitis, pleural pulmonary abscesses, cutaneous and genital amoebic lesions yet some people may have only mild abdominal discomfort or no symptoms at all of them, but they say that people may be able to give them any symptoms, or they may be able to give them a dysentery خفيفة مثلا ارتفاع درجة حرارة او ممكن حتى تصير بعدين extra intestinal amoebaes فنحسة هناخذها هنا يعني however symptoms can mainly be divided into يعني تقدرون طالسا على هذا وتبدون منه. symptoms او الاعلاف نقسمها الى قسمين. acute cases والحالات الحادة والحالات المزمنة في الحالات الحادة والحالات المزمنة الحالات الحادة والحالات المزمنة. acute cases frequent dysentery with necrotic mucosa and abdominal pain. الم بالبضن dysentery or necrotic and necrosis بالميكوزة يعني نقرس. yeah i think اسمه نقرس بالعربي بالميكوزة. and the former type severe diarrhea اسها الحاد. whether it was bloody and mucus and liquid feces. يعني ممكن الفضلات تكون سائلة مع ميكوز والبلاد الدم. usually develops after an incubation period of one to four weeks and is commonly accompanied by a fever. يعني هنا يكون عندي dysentery, necrotic mucosa, abdominal pain, مرض, الم بالبطن, severe diarrhea. هذا هي الاعراض حتكون خلال الانكيوبيشن period او فترة الحضانة اللي هو من اسبوع الى اربع اسابيع. وتكون عادة مصاحبة بالفيفر او اللي هو ارتفاع درجات الحرارة. بعدين عدنا الكرونيك كيسز. هنا اني I highlighted the key words. يعني مثلا رأسا من واحد يتذكر الأكيو كيسز يقول بعقل دسنتري, necrotic mucosa, abdominal pain, diarrhea والانكيوبيشن period from one to four weeks. accompanied with a fever. accompanied with a fever. حسى الكرونيك كيسز أو الحالات المزمنة. Abdominal discomfort or soft stool for variable periods may be suddenly developed into dysentery or acute abdominal pain. reoccurring episodes of dysentery with blood and mucus in the feces. interfering gastro-intestinal disturbances and constipation where cysts may be found in the stool. حنا الحالات المزمنة. اول شي هيكون عدنا هيش يعني يمر بفترتين بالزمن. يعني اول شي يكون abdominal discomfort. يعني شعور ممريح بالبطن. او soft stool. الفترات معينة من الزمن. بعدين فجأة يصير عنده dysentery. ويصير عنده ألم حاض بالبطن. acute abdominal pain. هيا الحالات رح تتكرر. الفترة يكون هيش وبعدين فترة يكون هيش. هيا الـ recurrent episode of dysentery حتكون with blood and mucus in the feces. والفضلات يتكون بها blood and mucus. وبعدين الـ stool نلقى بيه cyst. فلذلك نعرف انه بعده بي انتمي بهستلوتك. بس لانه هي حالة مزمنة. فتكون يعني الاعراض مالتها خافة. الفترة معينة وبعدين فجأة تزيد الاعراض. هسا عدنا وراء ما اخذنا الـ symptoms. هناخذ الـ diagnosis. شلون نعرف هذا الـ شخص عنده انتمي بهستلوتك. التشخيص. انتمي بهستلوتك must be differentiated from other intestinal non-pathogenic amoeba. The non-pathogenic انتمي بهستلوتك is morphologically identical to انتمي بهستلوتك and differentiation must be based on iso-enzymatic or immunologic analysis. ايضا molecular methods are also useful in distinguishing between انتمي بهستلوتك بالضبط. فحتي انفرق بين الانتمي بهستلوتك والانتمي بهستلوتك والانتمي بهستلوتك. ادنا 3 طرق. اللي هي كلش مهمة واكيد حدث جي امسكي. iso-enzymatic analysis. واميونواجيك اناليسيس وكذلك المليكولر methods. هنا الـ iso-enzymatic هنا ممكن يستخدم بها الدي اناي حتى نكشف من هو الانتامي بهستولاتيكا ومن هو الانتامي بالدسوار لذلك هتقدر نفرق منها تماما هاي الطريقة حسا احنا نريد نشوف الانتامي بهستولاتيكا شلون هنعرفها عدنا المicroscopic identification نتعرف عليها عن طريق الميكروسكوب الفيسس samples is the common method هاي طريقة الشائعة من الميكروسكوب for diagnosing انتامي بهستولاتيكا to search for cyst and trophozoid in the stool هندور على cyst وندور على stools this can be accomplished using wet mounts and permanently stained preparations such as iodine and trichrome or by flotation or sedimentation methods for cysts samples هذا مو كلش مهم لانه هو اهم بالعملي مما بالنظري يعني هنتعرف علي الانتامي بهستولاتيكا بالموات ماونت هنستخدم الاصباغ اللي تكون شسمة معاقتة الدائم هي العنفو اللي هي مثلا الاياداين او الترايكروم غرين اللي هو حيسوي ليها او نستعمل طريقة الفلوتيشن أو سيدمينتيشن منخليها محلول وننتظر التروفوزويت والسيست يطفون على السطح لذلك وناخذهم ونشوفهم جوه الميكروسكوب بكل حالاتي اشياء نستفاد منها بالعملي اكثر مما بالنظرية هنال اميبك دزانتري نقدر نلجي بها اكسدات ميكاس او بلد نفس ما قلنا مساعة بس احنا دا ندور على شنو دا ندور على السيست هي السيست نعرف منها موجود هذا المرض لا بالليكويت ستول السائل هنلقي تروفوزويت هم نلقي تروفوزويت و هم نلقي سيست بينما بالسولد ستول السلبي هنلقي بس سيست فهاي يعني نقطة مهمة حتى ننفرغ بعنادهم بعدين ورما كملنا الميكروسكوبica identification عدنا لبلاد examination عدنا البلاد examination shows moderate lycocytoses and the suriological test and the later stages of invasive invasive antibodies appear test including alisa iha and ifi هنا بالبلاد اكسامناشن حال نلقى عندنا لايكوسايتوسس اللي هو ممكن يصر عندنا ارتفاع بنسبة كريات الدم البيض لانه هذا يدل على انه الجسم بدا يحاول يواجه هي هاي الانفكشن او الاصابع بعدين عدنا بالليتر ستيجز او ان فيسبام ستيجز يعني بالحالات المتقدمة حتى انتيبيريز بتكون عدنا موجودة بالدم الفتز اللي نسويهم هي ال ci بصو ال isaa وال isa وال ifa بعدين آخر شيء اللي هو الهيستولوجيكال examination فحص نسيجي يعني ناخذ بيوبسي أو جزء من النسيج The trophozoid can be identified in the aspirates or نفس ما قولت بيوبسي samples obtained during colonoscopy colonoscopy or surgery يعني تكون surgery أو عملية هياخذون بيوبسي ويفحصوها The molecular methods وعدنا كذلك molecular methods مثل ما قلنا بسعة هاي الملكوليكولي methods تضمن شنو The DNA probe and PCR PCR هو النفس اللي نعرف من وجود الانتميب هستولوجيكال using DNA مالتها فكملنا diagnosis هل سنجي على آخر جزء اللي هو treatment أو العلاج appropriate chemotherapy نفس ما قلنا بسعة العلاج الكيميائي الكيمو ثرابي should be employed to destroy the trophozoid relieve the symptoms and control secondary bacterial infection هنا ثلاث نقاط حي سويهم الكيمو ثرابي الكيمو ثرابي اش حي سويلي destroy the trophozoids يدمر the trophozoids relieve the symptoms يقلل شدة العراض و control secondary bacterial infection يحافظ على على الجسم من الأصابة الثانوية بالبكتيريا اللي ممكن تكون مصاحبة للأنتميب هستولاتيك the drug of choice for the entire spectrum of symptoms is ametronidazole أو اللي هو الفلاجيل or tenidazole هذولي العلاجين يكونون مختارين يعني دائما ينطوهم الأشخاص المصابين بالأنتميب هستولاتيك خاصة ممكن يكون مفيد بداية المرض يعني أول ما يكون الشخص عنده أنتميب هستولاتيك ينطو فلاجيل in addition a bland diet low in carbohydrates such as sugar and high in liquids and proteins دائرة معتدل يكون قليل نسبة carbohydrates بقليلة اللي هي مثل الشكر أو مثل starch ويكون عالي بالليquids السوائل والبروتينات تتراسيكليم يعني حتى مثلا يقول لنا مثلا بالأمسي كي يقول ليش الشخص المصاب بالديسانترك أميبة نطي تتراسيكليم نطي تتراسيكليم حتى نحارب الأصابة البكتيرية التي تكون مصاحبة للمرض هباتيك أميباسيس أيضا تتراسيكليم ميتروني دازول الفلاجيل حتى تتراسيكليم لا تتراسيكليم يعني الهباتيك أميباسي اللي تتصيب اللي هم ممكن يفيدها الفلاجيل مع العلم أنه ممكن يشفع لها فالر ميتروني دازول therapy may be an indication of cirurgical intervention يعني فشل الفلاجيل بالعلاج ممكن يكون دليل على ضرورة التدخل الجراحي وبحيج نكون كملنا الانتميب هستلاتيك أخذنا شكلها أخذنا life cycle مالتها pathogenicity الأعلاف التشخيص والتريتمينت ونكون كملنا كذلك lecture one قسمناها لثلاث أرزاء وإن شاء الله ما هيكون تأخير بالمحاضرات الجاية هيكون عدنا lecture two اللي هي بدايتها هنأخذ أنواع الأميبات غير الأنتميب هستلاتيكا اللي ما تسبب من أمراض الأنتميب هستلاتيكا هتكون الأميب الوحيدة اللي تسبب من أمراض هميباتيكا هميباتيكا هميباتيكا